ووصل رئيس الوزارة العراقي محمد شعال سوداني اليوم الثلاثاء إلى أربيل للقاء قادة إقليم كردستان وكان في استقبال سوداني رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كما سيقصد السليمانية فيما أيضا بعد للمشاركة في منتقى الجامعة الأمريكية وقبل ذلك أعلن السوداني عن التوصل إلى اتفاق شامل لحل كل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل